وكأن اليمن تنقصه الكوارث إذ أن المناطق الزراعية في البلد الموبوء بالحرب والأوبئة باتت ساحة فسيحة لأسراب الجراد الصحراوي أتت الحشرة الآكلة للنبات على الأخضر واليابس لتشكل جائحة هي الأولى من نوعها بينما تقف الحكومة وميليشيا الحوثي عاجزتين عن مواجهتها أتاحت الأعاصير في المحيط الهندي العام الماضي ظروفا مواتية لتكاثر الجراد شرق وشمال البلاد بينما حفز موسم الأمطار وارتفاع درجات الحرارة من تفريخ حوريات الجراد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حذرت من أن الجراد يشكل أكبر تهديد للإنتاج الزراعي خلال الثلاثة الأشهر القادمة حيث ستكون أسراب الجراد قد تضاعفت وقالت المنظمة إن الحالة في البلد الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية هي الأكثر إثارة للقلب فالجراد التهم في طريقه كل المحاصيل مهددا المزارعين بموسم كارثي من دون تدخل فإن أمام المزارعين شهرين على الأكثر ليكونوا شهودا على انهيار مزارعهم ومحاصيلهم فحتى اليوم قضى الجراد على 80% من محاصيل الحبوب والحمضيات والعنب كل ست سنوات تعود أسراب الجراد وفي السابق كانت السلطات تكافح الجراد بمساعدة المجتمع الدولي أما اليوم فإن الميليشيا عطلت المركز المتخصص بمراقبة ومكافحة الجراد ونهدت معداته ووظفتها في الحرب